اختتمت جمعية كشافة الإمارات بالتعاون مع جمعية الإمارات لهواة اللاسلكي المخيمة الكشفي العالمي لعام 2017 جوتا جوتا الستين على الهواء والحادي والعشرين للتواصل عبر الانترنت في مقر مفوضية كشافة دبي والذي استمر على مدى ثلاثة أيام بمشاركة كشافة الإمارات تابعين للمفوضية الست على مستوى الدولة ومجموعة من الجوالة من مختلف الجامعات رفقة نخبة من القيادات الكشفية اختتمت فعاليات المخيم الكشفي العالمي جوتا جوتا الستين على الهواء والحادي والعشرين على الانترنت للعام 2017 طبعا هذا المخيم الكشفي العالمي يكون في الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر كل سنة ونحن جمعية كشافة الإمارات نشارك في هذا المخيم الكشفي العالمي لكي نعرف جميع العالم بحركة الكشفية في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام وكل مفوضية من المفوضيات التي تابعة لها بشكل خاص وأيضا كذلك ينقلون شباب الإمارات تجاربهم الكشفية والعملية والتطوعية لجميع شباب العالم من هذا المكان جوتا جوتي حدث يجمع كشافين من جميع أنحاء العالم لإجراء اتصالات عبر وسائل اللاسلكي ليدخل الطرفاني في محادثات مباشرة مع الكشافة بمختلف دول العالم أما هنا وعلى غرار جوتا جوتي يأتي تواصل من نوع آخر وهو التجمع العالمي للإنترنت والمعني بربط الكشافين حول العالم باستخدام برامد المحادثات عبر شبكة الإنترنت وخبرونا عن رغم خير من جوتي جوتا أنا بنتواصل على الإنترنت وعلى اللاسلكي 48 ساعة بدون توقف السفتة أني أتعلم على اللاسلكي أتعرف عن الناس كلهم من بلادي برع بلادي أتعلمنا كيف نتواصل مع اللاسلكي وكيف نقول اللغة اللاسلكية هذا ويهدف كل من هذين التجمعين الكشفيين إلى تمكين وتشجيع كشافية العالم على التواصل مع بعضهم بعضا بالإضافة إلى تزويدهم بخبرات كشفية مع تعزيز انتمائهم للحركة الكشفية العالمية نحن نستقطب الكشافة لتأهيلهم على التواصل العالمي تأصيل روح التسامح مع الشعوب تنمية أواصل المحبة وكذلك نقول للعالم بأن دولة الإمارات العربية المتحدة هناك الكثير من الإنجازات لنقلها للعالم يذكر أن جمعية كشافة الإمارات ومختلف المفوضيات على مستوى الدولة يشاركون بفعاليات المخيم الكشفية العالمية لما للمخيم من أهمية في إبراز الحركة الكشفية في دولة الإمارات وتنمية أواصل الصداقة وتبادل الخبرة بين كشافة العالم